اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة وولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ان الاستثمار في الشباب البحريني هو هدف استراتيجي نعمل دوما لتحقيقه عبر المبادرات والبرامج والخطط المختلفة مشيرا الى اننا نسعى دائما الى تأمين فرص ومستقبل افضل لابنائنا منوها بان الشباب هم محور التنمية واساسها الذي يجب ان توجه اليه الاستراتيجيات والخطط تحقيقا لتطلعات ورؤى حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعا واشار سموه الى ان برنامج ولي العهد للمنح الدراسي العالمية يعد برنامجا رائدا وطموحا تم اطلاقه منذ عشرين عاما بهدف تمكين الشباب علميا ومعرفيا وتدريبيا والذي كان لمخرجاته اثر كبير في الاسهام بمواصلة تحقيق الاهداف التنموية للمملكة عبر المراكز المختلفة التي تبواها المنتسبون للبرنامج بعد تخرجهم متمنيا للدفعة الحالية والدفعة اللاحقة مواصلة البناء على ما تحقق من انجازات تصب في نجاح البرنامج وخدمة الوطن جاء ذلك لدى لقاء سموه وحفظه الله بقصر الرفاع اليوم طلبت الدفعة العشرين واولياء امورهم واعضاء مجلس ادارة برنامج ولي العهد للمنح الدراسي العالمية حيث هنأ الطلب على اختيارهم ضمن هذه الدفعة مشيدا بما اثبته من قدرات وما ظهروا به من روح عالية من التنافسية حيث تمكنوا بها من اجتياز سلسلة التقييم والاختبارات المؤهلة لبعثات البرنامج واشهد سموه بالانجازات التي حققها البرنامج طوال مسيرته وما يبدله الطلب الملتحقون بالمؤسسات الاكاديمية العالمية من جهود حثيثة لوصول النجاح وما يعكسونه من صورة مشرقة لمملكة البحرين ولشبابها المتطلع دوما لاكتساب الخبرات والمهارات متمنيا للقائمين على البرنامج دوام التوفيق والنجاح في تحقيق اهداف البرنامج مثنيا على الدور الذي تقوم به المؤسسات الداعمة لصندوق البرنامج والذي كان له الاثر في تحقيق الطلب للنجاحات عبر الدفعات المتتالية هذا وقد اعلن برنامج ولي العهد للمنحة الدراسية العالمية عن اسماء الطلب الفائزين بالبعثات لعام 2019 وتضم الدفع العشرون من الطلب الفائزين كل من عبدالله موسى علي من مدرسة الشويفات الدولية البحرين علي فاروق العكري من مدرسة سانت كريستوفر ياسمين نبيل نور الدين من مدرسة ابن خلدون الدولية زين محمد زينل من مدرسة عبدالرحمن كان الدولية احمد ابراهيم علي من مدرسة الشيخ عبدالعزيز بن محمد الثانوية للبنين احمد حسين سلمان من مدرسة انعم الثانوية للبنين حسن طارق القصاب من مدرسة الشيخ عبدالعزيز بن محمد الثانوية للبنين فاطمة محمد عبد الله من مدرسة سار الثانوية للبنات لين مازن أنسور من مدرسة المعرفة الثانوية للبنات سارة سعيد محمد من مدرسة المحرق الثانوية للبنات هذا وتم اختيار الطلب الفائزين ببعثات سمو ولي العهد لعام 2019 من ضمن 420 متقدما بحرينيا من المدارس الثانوية الخاصة والحكومية داخل وخارج البحرين المستوفين لشروط التقديم وذلك بناء على معدلاتهم التراكمية بالإضافة إلى نتائج امتحان الايلت وامتحانات السات ونتائج البرنامج التدريبي لتنمية المهارات القيادية والدورة في النقد الفكرية والتي نظمها البرنامج خلال مرحلة الترشيح العام الماضي والجدير بالذكر أن برنامج ولي العهد للمنح الدراسي العالمي يتيح للطلب أخرية اختيار التخصصات التي يرغبون بها من الجامعات التي يحصلون على القبول فيها حيث قدم البرنامج 187 بعثة لطلبة البحرين من جميع شرائح المجتمع بناء على كفاءتهم الأكاديمية منذ تأسيسه في عام 1999 بمبادرة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ترجمة نانسي قنقر